ترجمة نانسي قنقر تقدمت مبادرة ضوء بصوت نوار الحريري مقدمة حول المنطقة لم يرد ذكر منطقة التراث المشترك للإنسانية في اتفاقيات جينيف عام 1958 وورد ذكرها لأول مرة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 تحت عنوان المنطقة بعد أن أدركت الدول أهمية هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية فسعت لتنظيم الاستفادة من ثرواتها بطريقة قانونية تمكن كافة الدول الساحلية وغير الساحلية من الحصول فارد المطلب الأول بعنوان المقصود بالمنطقة لم يكن استخدام منطقة التراث المشترك للإنسانية يواجه أي مشاكل أو نزاعات في الماضي فكانت قيعان البحار والمحيطات فيما وراء حدود الولاي الوطنية للدولة الساحلية تعد مالا مباحا وفقا لما كان سائدا في ظل القانون الدولي التقليدي وكان يحق لكل دولة من دول العالم تملك الوسائل التقنية والعلمية استكشاف هذه المنطقة واستغلالها إلا أن أهمية هذه المنطقة بدأت بالظهور بعد تطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم والذي سحل إمكانية استكشاف هذه المنطقة واستغلال الثروات الهائلة فيها الأمر الذي جذب اهتمام الدول من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية وجعل من الضروري وضع نظام قانوني دولي خاص بها ويعد رئيس وفد مالطا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد أرفيب باردو أولى من أشار في عام 1967 إلى الموارد المعدنية الموجودة تحت الماء فيما وراء الاختصاص الوطني للدول واقترح فكرة التراث المشترك للإنسانية قاصدا استغلالها في صالح الإنسانية جمعاء ولقيت فكرته الموافقة من قبل الجمعية العامة وقامت باتخاذ العديد من الأعمال القانونية والقرارات لوضعها موضع التنفيذ وانتهى الأمر إلى تبني اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لهذه المنطقة ويعد ذلك تطورا تدريجيا لقواعد القانون الدولي للبحار المتعلقة بهذه المنطقة وليس مجرد تقنين للقواعد الموجودة سابقا كما هو الحال في معظم المناطق البحرية التي وردت في الاتفاقية ومن المادة الأولى من الاتفاقية على أن الصلاح المنطقة يشمل قاع البحار والمحيطات وباطنة أرضها الموجودين خارج حدود الولاية الوطنية وجاء الجزء الحادي عشر من الاتفاقية تحت عنوان المنطقة وفيه تندرج المبادئ التي تشكل النظام القانوني الذي يحكم قاع البحار والمحيطات وباطنة أرضها فيما وراء حدود الولاية الإقليمية للدولة الساحلية أي المناطق من القاع التي توجد بعد المنطقة الاقتصادية الخالصة والزرف القاري وبمعنى آخر قاع أعالي البحار وبذلك فإن قاع البحر يقسم إلى عدة مناطق واحد منطقة قاع المياه الداخلية ينطبق عليه ما ينطبق على المياه الداخلية من أحكام فيعد تابعاً لسيادة الدولة الساحلية لصيلته المادية بالإقليم اليابس للدولة اثنين منطقة قاع البحر الإقليمي تمتد إليه سيادة الدولة الساحلية ثلاثة منطقة الجرف القاري يكون للدولة الساحلية عليه حقوق سيادية بغرض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية أربعة منطقة التراث المشترك للإنسانية المنطقة وهي الأجزاء من قاع البحار التي لا تشملها المناطق الآن في ذكرها واهتمت الاتفاقية بالمنطقة كونها تشكل مع مواردها تراثاً مشتركاً للإنسانية وفق ما جاء في المادة 136 ويعد جعل تلك المنطقة بمثابة تراث مشترك للإنسانية انتصاراً للدول النامية رغم المعارضة الشديدة لذلك من قبل الدول الصناعية المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وضعت أحكامها بالنسبة لها المياه التي تعلوها أو للحيز الجوي وفق تلك المياه المادة 135 المطلب الثاني بعنوان الطبيعة القانونية للمنطقة أثارت الطبيعة القانونية لمنطقة قاع البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولايات الوطنية جدلاً فقهياً كبيراً واختلافت الآراء المتعلقة بهذا الشأن فذهبا طريق من الفقهاء إلى اعتبار هذه المنطقة مالاً مباحاً لا مالك له وبالتالي يمكن أن تكون محلاً لسيادة الدول ويمكن لأي دولة أن تستغلها لحسابها الخاص بشرط عدم الإخلال بمبدأ حرية أعالي البحار واستند هذا الرأي في تبريره إلى عدة حجج من بينها فكرة قديمة في القانون الدولي التقليدي وهي فكرة الاستيلاء أو وضع اليد وبموجبها يخضع قاع أعالي البحار وما تحت القاع لسيادة البحار وما تحت القاع لسيادة الدولة التي تستوري أو تضع يدها عليه كما هو الحال في استيلاء بريطانيا على مصائد اللؤلؤ في سيلان واتجه فريق آخر من الفقهاء إلى اعتبار هذه المنطقة مالاً مشتركاً لا يجوز لأحد الاستيلاء عليه وقد أثيرت فكرة التراث المشترك للإنسانية كما بينا سابقاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967 من قبل السيد أرفيد باردو ومن ثم حظيت باحتمام ملموس من قبل لجنة الاستخدامات السلمية أثناء مناقشاتها الهادفة إلى وضع نظام قانوني يحكم قاع البحار والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الوطنية وحسمت الاتفاقية الأمر باعتبار المنطقة تراثاً مشتركاً للبشرية ويتوجب بالتالي استغلالها لصالح ويجب أن يعود هذا الاستغلال بالفائدة على جميع الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية أو حبيسة وبشكل خاص الدول النامية فجميع الدول لها الحق في الانتفاع بموارد المنطقة ولكل منها نصيب من ثرواتها المادة 140 ويترتب على أعمال هذا المبدأ عدم إطلاق يد الدول الغنية والمتقدمة في السيطرة على الثروات الموجودة في المنطقة وعدم حقية أي دولة بالدعاء السيادة الوطنية على أي جزء منها كما يمتنع على أي دولة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الاستلاء على أي جزء من المنطقة وإذا ادعت أي دولة تملك جزء منها أو استولت عليه فلا يجود الاعتراف بشرعية هذا الادعاء أو الاستيلاء الفقرى واحد من المادة 137 المطلب الثالث بعنوان النظام القانوني لاستخدام المنطقة أكدت الاتفاقية في مادتها 141 على عدم جواد استخدام المنطقة إلا في الأغراض السلمية ويعد ذلك في الحقيقة تأكيداً لما ورد في القرار الرقم 25 على 2660 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 والخاص بإقرار اتفاقية دولية بشأن تحريم وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل فوق قاع البحار والمحيطات أو تحت قاعها وكذلك القرار الرقم 25 على 2749 الخاص بإعلان المبادئ التي تحكم قاع البحار والمحيطات هم وراء حدود الولاية الوطنية وتطبيقاً لما نصت عليه الاتفاقية فلا يجود للدول وضع أي نوع من الأسلحة سواء كانت نووية تحريدية أو القيام بأي أنشطة غير سلمية فوق قاع المنطقة أو تحت قاعها ويتوجب على الدول عند استغلالها موارد المنطقة مراعاة حقوق الدولة الساحلية وعدم المساس بمواردها الكامنة في المناطق التي تدخل ضمن اختصاصها خاصة أنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون منابع الثروة الطبيعية غير الحية ممتدة عبر الحدود التي تفصل بين المنطقة الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية وبين المنطقة الدولية وهذا ما أكدت عليه الفقرة واحد من المادة 143 التي جاء فيها تجري الأنشطة في المنطقة فيما يتعلق بمكامل الموارد فيها الممتدة عبر حدود الولاية الوطنية مع إلاء المراعاة الواجبة للحقوق والمصالح المشروعة لأي دولة ساحلية تمتد تلك المكامل عبر ولايتها ويجب أن تدام المنطقة واستغلال ثرواتها بالحريات التقييدية التي تتمتع بها الدول والنظام القانوني لمنطقة أعالي البحار المادة 135 كما يتوجب استغلال موارد المنطقة بشكل يضمن التنمية السليمة للاقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية وينهض بالتعاون بين الدول بهدف تحقيق التنمية الشاملة لها جميعا وبشكل خاص الدول النامية وبغية ضمان التنمية المنتظمة والآمنة لموارد المنطقة وإدارتها بشكل رشيد وتوسيع ثرث المشاركة في هذه الأنشطة وزيادة توافر المعادن المنتجة من موارد المنطقة والسعي لتوفير أسعار عادلة ومستقرة للمنتجين والمستهلكين للمعادن المنتجة من موارد المنطقة وزيادة الفرص لجميع الدول الأطراف في الاشتراك في تنمية موارد المنطقة ومنع احتكار الأنشطة فيها وحماية الدول النامية من الآثار الضارة باقتصادياتها أو بحصيلة صادراتها وتنمية التراث المشترك بما يحقق مصلحة الإنسانية جمعاء المادة 150 وبالنسبة للدول النامية نصت الاتفاقية على ضرورة تعديز مشاركتها الفعالة في ممارسة الأنشطة في المنطقة مع مراعاة حاجاتها ومصالحها الخاصة وبشكل خاص حاجات الدول النامية غير الساحلية والمتضررة جغرافيا وذلك بهدف التغلب على العقبات الناشئة عن منطيعها الجغرافي بعدها عن المنطقة وصعوبة وصولها إليها ومنها المادة 148 ويتوجب أن يكون سلوك جميع الدول فيما يتعلق بالمنطقة وفقاً للمادة 138 متفقاً مع المبادئ المقررة في مثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وأحكام الاتفاقية كما يتوجب على الدول ورعاياها أثناء ممارسة نشاطاتهم في المنطقة عدم مخالفة النظام القانوني الخاص بها وإلا تحملت بموجب الفقر الثانية من المادة 139 المسؤولية الناجمة عن عدم قيامها بالتزاماتها بموجب هذا الجزء من الاتفاقية الخاص بالمنطقة وقد استهدفت الاتفاقية استكشاف موارد المنطقة واستغلال ثرواتها لصالح الإنسانية عن طريق إقرار وسيلة فعالة لإدارة موارد المنطقة تتمثل في إنشاء جهاز دولي يتولى هذه المهام وهذا ما سنقوم ببيانه في المطلب التالي المطلب الرابع بعنوان السلطة المنظمة الدولية القائمة على إدارة المنطقة أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 جهاز شرط استغلال المنطقة لصالح البشرية جمعاء باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية أطلقت عليه اسم السلطة ويعد إنشاء السلطة تطورا جديدا في تاريخ القانون الدولي والمنظمات الدولية حيث عهد إلى منظمة حكومية عالمية مهمة القيام بأنشطة اقتصادية على أسس تجارية عرفت الفقرة واحد من المادة 157 السلطة بأنها المنظمة التي تقوم الدول الأطراف عن طريقها وفقا لهذا الجزء لتنظيم الأنشطة في المنطقة ورقابتها بصورة خاصة بغية إدارة موارد المنطقة وتتولى السلطة نوعين من الاختصاصات صريحة وعارضة حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 157 ما يلي تكون صلاحيات ووظائف السلطة هي تلك التي تمنحها إياها صراحة هذه الاتفاقية ويكون للسلطة من الصلاحيات العارضة المنسجمة مع هذه الاتفاقية ما تنطوي عليه ضمن ممارسة تلك الصلاحيات والوظائف وما هو لازم لممارستها فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة واتتمتع السلطة بالشخصية القانونية الدولية وتملك الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها المادة 176 كما تتمتع في أقاليم كافة الدول الأطراف الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الضرورية التي تمكنها من ممارسة وظائفها المادة 177 تضم السلطة في عضويتها جميع الدول الأطراف الاتفاقية الفقرة الثانية من المادة 156 وتقوم على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها في السيادة الفقرة الثالثة من المادة 157 وتتألف منها بالإضافة إلى المؤسسة واحد الجمعية جاء في المادة 159 أن الجمعية تتألف من جميع الدول الأعضاء في السلطة ولكل عضو ممثل واحد تعقد الجمعية دورات عادية سنوية ودورات استثنائية إذا قررت ذلك الجمعية أو إذا دعاها الأمين العام بناء على طلب من المجلس أو غالبية الدول الأعضاء في السلطة تعقد الدورات في مقار السلطة في جمعيكا ما لم تقرر الجمعية غير ذلك وبالنسبة للتصويت في الجمعية لكل عضو صوت واحد وتتخذ السلطة القرارات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت بشرط أن تضم هذه الأغلبية أغلبية الأعضاء المشتركين في الدورة أما في المسائل الإجرائية فتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصويتين اثنين المجلس يتألف من 36 عضو من أعضاء السلطة يتم انتخابهم من قبل الجمعية وفقا لترتيب معين نصت عليه الفقر واحد من المادة 161 ويكون لكل عضو صوت واحد وتتخذ القرارات في المسائل الإجرائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين بالتصويت أما في بقية المسائل فقد قررت الاتفاقية أغلبية السلطين بالنسبة لبعض المسائل وأغلبية ثلاثة أربع الأصوات في مسائل أخرى الفقر الثامنة من المادة 161 ويتبع المجلس لجنة التخطيط الاقتصادي واللجنة القانونية والتقنية الفقر واحد من المادة 163 تتألف من أمين عام وعدد من الموظفين يقوم المجلس باقتراح عدد من المرشحين تنتخب الجمعية من بينهم الأمين العام ويعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعد الأمين العام الموظف الإداري الأعلى في السلطة ويقوم بتقديم تقرير سنوي عن أعمال السلطة إلى الجمعية المادة 166 أربع المؤسسة نصت عليها المادة 170 وهي هيئة السلطة التي تقوم بالأنشطة بصورة مباشرة كما تقوم بنقل المعادن المستخرج منها وتجهيزها وتسويقها أي مباشرة النشاط المادي وتمتلك السلطة الأهلية القانونية ضمن إطار الشخصية القانونية الدولية للسلطة وتكون خاضعة لتوجيه المجلس ورقابته وبنسبة لمالية السلطة جاء في المادة 171 أن أموال السلطة تتألف من واحد المساهمات المقدرة التي يدفعها أعضاء السلطة اثنين الأموال التي تطلقاها السلطة بصدد الأنشطة في المنطقة ثلاثة الأموال المحولة من المؤسسة أربع الأموال المقترضة خمسة التبرعات التي يقدمها الأعضاء أو كيانات أخرى ستة المدفوعات إلى صندوق التعويض ويحق للسلطة اقتراض الأموال حيث تضع الجمعية في النظام المالي حدود صلاحية السلطة في الاقتراض ويمارس المجلس صلاحية السلطة في الاقتراض ولا تكون الدول الأطراف مسؤولة عن ديون السلطة المادة 174 يقوم الأمين العام بأعداد الميزانية السنوية المقترحة للسلطة ويقدمها إلى المجلس الذي ينظر فيها ويقدمها بدوره إلى الجمعية التي تقوم بإقرارها المادة 172 وتضمنت المادة 173 مصروفات السلطة حيث يعد أبرز أوزه الإنفاق للسلطة تسديد المصروفات الإدارية تزويد المؤسسة بالأموال تعويض الدول النامية وبعد استعراض أبرز الأحكام المتعلقة بالسلطة يمكننا القول بأن السلطة تعد المنظمة الدولية ذات الشخصية القانونية التي تعمل والهادفة إلى حماية منطقة التراث المشترك للإنسانية وضمان استغلالها لصالح البشرية جمعاء السئلة الوحدة التعليمية الثامنة السؤال الأول نظمت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالمنطقة في الجزء 1-11-12-13-9 الإجابة الصحيحة هي رقم 1-11 السؤال الثاني يجب أن يعود استغلال المنطقة بالفائدة على 1- الدول الساحلية فقط 2- جميع الدول 3- الدول النامية فقط الإجابة الصحيحة هي رقم 2- جميع الدول السؤال الثالث السلطة 1- تتمتع بالشخصية القانونية الدولية 2- لا تتمتع بأيية حصانة 3- تضم في عضويتها الدول المتقدمة القادرة على استغلال موارد المنطقة الإجابة الصحيحة هي رقم 1- تتمتع بالشخصية القانونية الدولية السؤال الرابع مجلس السلطة 1- يتألف من 35 1- يتألف من 35 عضو من أعضاء السلطة 2- يتألف من جميع أعضاء السلطة 3- يتألف من 36 عضو من أعضاء السلطة الإجابة الصحيحة هي رقم 3- يتألف من 36 عضو من أعضاء السلطة نهاية الوحدة الثامنة